نهاية تانية سريعة برضو منتخبنا الوطني النهاردة بدأ في الساعة الخامسة مباراة مع منتخب بتسوانا في الجولة السادسة من التصفيات الافريقية المؤهلة لناهيات كأس الأمم في المغرب الشرط الأول انتهى والشرط الثاني بدأ منذ دقائق وليلة جدا وما زال التعادل الإيجابي واحد واحد طبعا تقدمت بتسوانا بهدف ثم تعادل منتخب مصر بهدف لمحمود حسن تريزيجي اللي بيقدم مستويات رائعة جدا تريزيجي بيلعم مع منتخبنا ايا كانت الظروف والمباراة مباراة سهلة مباراة صعبة تحصل حاصل دايما وابدا لازم تجد تريزيجي موجود في التشكيلة الاساسية ناردة كابتن حسام اعلن التشكيل وبدأ مباراة مصر وبتسوانا بمصطفى شبير في حراسة المرمى عمر كمال عبدالواحد وأحمد رمضان بيكهم وربيعة ومحمد حمدي محمد ربيعة ده احد الوجوه المنضمة حديثا لمنتخبنا الوطني في وسط الملعب مروان عطية نصر ماهر محمود حسن تريزيجي وفي الامام طاهر محمد طاهر وعمر مرموش ومصطفى محمد على دكة البودلاء في عواد مهدي سلمان حسام عبد المجيد أحمد عيد دونجا صابر كوكا مصطفى فتحي زلكة إبراهيم عادل وأسامة فصل نتمنى طوفيل منتخبنا نتمنى المكسب والانتصار والثلاث نقاط عشان نساهم في تأهل موريتانيا اللي اتلعب في هذه اللحظات أيضا مع منتخب الرأس الأخضر وحسب ما وصل من نتائج في الشط الأول موريتانيا متقدمة 1-0 ولكن التعادل الإيجابي ده مش هيكون في صالح موريتانيا وأعتقد بتسوانا ممكن تبقى 8 نقاط وحتى لو فازت موريتانيا هتبقى 7 نقاط وبالتالي بتسوانا تحجز البطاقة الثانية مع منتخب دلوطن نتمنى منتخبنا يكسب عشان نساهم في تأهل منتخب عربي آخر في ظل تأهل عدد كبير جدا من المنتخبات العربية ست منتخبات عربية الغد دلوقتي معنا في نهايات كأس الأمم الأفكون في المغرب بتتكلم على مصر وتونس والجزائر المغرب البلد المستضيف بنتكلم كمان على جزر القمر السودان المنتخب الشقيق اللي تأهل مبارح وعمل مفاجأة بصراحة يعني أسعدتنا بتأهله إلى نهايات كأس الأمم يتبقى المنتخب السابع يا رب بإذن الله يكون من نصيب منتخب موريتانيا وكنا نتمنى أن يكونوا تمانية لأول مرة منذ فترة طويلة ولكن ليبيا للأسف يعني مباراة نيجيريا مع رواندا يبدو كده أن كان فيها اتفاق فللأسف جات نتيجتها مش في صالح منتخب ليبيا ويبدو طبعا أن اخسرت ليبيا مام نيجيريا في المباراة التي تمت إلغاءها بقرار من الكاف واحتساب ليبيا خسرانة 3-0 كانت سبب رئيسي في خروج ليبيا من منافسات كأس الأمم ونتمنى التوفيق بيزدلال الأشقاء في المنتخب الليبيا